بسم الله الرحمن الرحيم طلاب وطالبات الصف الرابع العدادي السلام عليكم وإيلا بكم درسكم لهذا اليوم صفحة 148 عزيز الطالب هذه الصفحة تحتوي على ثلاث تمارين مهمات جدا جدا ليش لأنا ذني لجنك بالامتحان وين بسؤال الأدب ولو تلاحظ عزيز الطالب هنا يقلك literature focus التركيز الأدبي سكشن 1 القسم الأول المقطوع الأول من قصتنا الأولى اللي هي يا هي treasure island جزيرة الكنز هذا السكشن 1 هذا القسم الأول وعندك سكشن 2 وعندك سكشن 3 فهذا التمارين المهمات جدا جدا هنا على السكشن 1 القسم الأول من treasure island جزيرة الكنز نجي للتمرين الأول أي تقابله وتقعد تحفظه تفهمه تركز على كل المفردات والأسئلة اللي موجودة بيه ليش استاذي أن هذا الخبزة هذا التمرين نار وشرار تدير بالك علي عزيز الطالب نجي لمن نجي نقرأ المنطوق يقول read أقرأ لي the page الصفحة from treasure island جزيرة الكنز on students book في كتاب الطالب كتاب الملون تروح ليه يا صفحة page صفحة 103 صفحة 103 تروح تقراها وتشوفها ما تقدر تقراها أنا شارح لك إياها افهمها ليش لأن المعلومات اللي موجودة بذن التمارين المهمة منين مأخوذات من هاي الصفحة لقدامك صفحة 103 تشوفها عزيز الطالب زين استاذ يعني إلا روح أشوفها إي روح شوفها ليش لأن هاي المعلومات من تتكرر عليك رح تتحفظها بدون ما تدري واضحة الفكرة نجي آنياك رح تشوفتها وجيتني لعناء شي يقلك يقلك أنت وأنس جاوب لي the questions الأسئلة وين الأسئلة ذني نار وشرار ذني مهمات جدا جدا نجي للسؤال الأول لماذا فلينت نجي آنياك شنو فلينت هذا خاف ما شايف انت صفحة 103 هذا فلينت هو كابتن كابتن ويعتبر بايرت يعني هم قبطان سفينة وهم بايرت يعني شنو قرصان هنا يقلك لماذا كنسيدد يعتبر فلينت هاي الشخصية شي يعتبر the worst pirate of all لماذا يعتبر أسوأ قرصان على الأطلاق فلاحظ زين منين استاذ هس هاي المعلومة أنا ردا جاوبة ردا أعطي معلومة ردا جاوب على هذ السؤال منين تلقاها بصفحة 103 واني راح اكتب لك ياهنا عزيزي الطالب الجواب ماتك لازم because ليش لين هو قايل لك هنا؟ لماذا؟ فانت من تريد الجاوب بتقيل له بسبب تقيل له لأنه إذن بكوز لازم تحفظها تحتاجها أبوي يعني انت شوفش كم سؤال راح يمر عليك بادي لبواي وانت لازم تجاوب بكوز حفظها بكوز يعني هسا لنا وبنرجع لفكرتنا لماذا؟ هو أسوأ قرصان على الأطلاق نقول بكوز هي لأنه سرق من منه؟ من الناس سرق من الناس وقتل الناس لاحظ عزيزي الطالب بذلك يعتبر worst الأسوأ قويا لو تلاحظ على أو عبر the Caribbean Sea لاحظ Caribbean Sea أو Caribbean Sea كلهما نفس اللفظ طبعا هذا البحر الكاريبي اللي يعتبر جزء من المحيط الأطلسي بهذا البحر عزيزي الطالب هو كان يسرق من الناس ويقتل الناس لذلك هو أسوأ pirate أسوأ قرصان أبول على الأطلاق راح نجي المن عزيزي الطالب للسؤال الثاني النقطة الثانية ماذا يحتوي كتاب فلينتس ماذا يحتوي كتاب فلينتس أي وقت تهاجم أبل كل النقود هو سرقها بعد نجي للسؤال الثالث طبعاً عزيز الطالب حاول تركز على السؤال يعني إذا قل لك هافو بوك يعني الكتاب يش يحتوي إذا شفت مثل لماذا فلنت يعتبر أسوأ قرصان ليش أستاذ قاعد تحكين هذا الحاج يكملنه لا أبوي أكو طالب شي يسوي يجي يحفظ الجواب يركز على جوبه يكتبين 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 من يجي السؤال بالامتحان ها هذا السؤال شين الجوابه فيتيه فلذلك إش أقل لك أقل لك فهم السؤال نصف الجواب يا بطالة نجي للنقطة الثالثة ماذا يفعل السؤال الثالثة ماذا على الخريطة على الخريطة ربريزنت شو تمثل لهذه الأكسات اللي موجودة الحمراء شو تمثل والجواب عزيز الطالب بس قل لعيد لك السؤال ماذا؟ تمثل ربريزنت ربريزنت معناها تمثل ريد كراسز العلامات الحمراء على الخريطة على الخريطة شو تمثل جوابك؟ بلايسز تمثل أماكن بلايسز أماكن مكان بعثرت أو شنو تناثر من هو ألكنز هذا بالنسبة للسؤال الثالث فتدربالك علي عزيز الطالب مهمات جدا جدا بعد لو تلاحظ عزيز الطالب السؤال الرابع يقول لماذا لا يمكن ذا سيكوايا اللي معناها السيد اللي هو جون ترلاني بي تراستد أن نثق به لماذا لا يمكن أن نثق أوكي تراستد نثق بمن؟ ذا سيكوايا اللي هو السيد ذو مكان اجتماعي اللي هيش يتحدث عن شخصية جون ترلاني ليش ما نثق به؟ أنا أقول لك ليش ما نثق به؟ الجواب لأنه يتحدث كثيرا ولي يتحدث كثيرا يحتمال تفلت من عنده حجاية يروح من عنده سورة نسيتها أبعد يتحشيتها وقربت الشغلين فلو تلاحظ داكتور لفزي الطبيب لفزي قال أنا ما أخاف من كل شيء أخاف من عندك أنت السيكوايا السيد اللي هو جون ترلاني قال ليش؟ قال لي يتحدث كثيرا أنت تتحدث كثيرا فلاحظ عزيز الطالب ليش منثق به هذا السيكوايا؟ لأنه يتحدث كثيرا نجي المل الخامس لماذا؟ لماذا؟ يجب أن يتحدث يتحدث لهم لا يتحدث لازم ما؟ هم يتحدثون لا يتحدثون لا يتحدثون على ما؟ كابتن فلينت يراغبوهم ويدورون على اليمن على الماب فلذلك هو السكواء لازم شوية يسكت حتى ما يكشف طبعا الجواب رح يكون على الواي اي بكوز لأن فلينت شوف شوف لأن طاقم طاقم السفينة ما علم منه فلينت كابتن فلينت الشرير أولد القديم شبيهم هذول هذا الطاقم يراقبونهم شوف واتش يشاهد بس إنه جاي بمعنى يراقبونهم يراقبون منه هذا الطاقم أوكي يراقب منه يراقب ثلاث شخصيات اللي هما ذا سكوايا السيد جون ترلاني بالإضافة إلى ديكتر لفزي وآخر شي هذا الشاب الصغير اللي هو جيم هوكينز فعزيز الطالب هنا هذه القصة وبعد راح أعيد لك بعض الأفكار اللي عليها الجميلة وهذا تمرين نار وشرار تدير بالك عليها وراح أنتقل آنياك للتمرين بي التمرين بي يقول أودر أودر شنو رتب ذي أفنت رتب للأحداث من أي إلى أي إن ذي إكستراكت بلو من المغتطف تحت يعني ذني راح أرتب نيجي إن مين نيجي آنياك عزيز الطالب هاي هنان راح نخلي 1 2 3 4 5 بالترتيب لو تلاحظ أول شي هذي اللي هي السي يقول سيكوايا ترلاني السيد ترلاني شبيه تولز يخبر القصة من كابتن فلينت اللي هو شنو القبطان فلينت الشرير وبعد ومغامراته المن إلى جيم هوكنز إلى جيم هوكنز هذا الشاب الصغير ودكتر ليفزي فشان سيكوايا ترلاني يسرد لهم يحكي لهم القصة منه كابتن فلينت ومغامراته ومغامراته إلى جيم هوكنز هاي الشخصية الصغير الشاب الصغير عن دكتر ليفزي بعد نروح علما نروح للترتيب الثاني ترتيب الثاني هذا يقول ترلاني سيكوايا ترلاني اوكي والطبيب هذا قرروا ان يفتحوا وكلمة اللي هي الحزمة او الرزمة اللي كان بها الماب الخريطة بالاضافة الى الكتاب فشي يقولك ترلاني قرروا ان يفتحوا ان يفتحوا الحزمة جيم هوكنز هو قد جلبها لهم يعني جيم هوكنز هو اللي جاب لهم هاي الحزمة اللي تحتوي على الخارطة بالاضافة الى الكتاب فلو تلاحظ هذه بروت قد جلبها لهم ان سايد في داخلها هناك خريطة وكتاب بعدها راح نروح علما للترتيب الثالث ترلاني جون ترلاني يفتح الخريطة ويكتشف الخريطة لجزيرة لحظ مع أكس أكس اللي معناها أكسات شوفها الأكس اللي هي علامات العلامات اللي يدل على مكان وجود الكنز لحظ مع أكس مع علامات عديدة عليه على الخريطة أو الخريطة مع ملاحظات كتبت على طول مارجنز وكلمة مارجنز عزيز الطالب هنا بمعنى الهامش يعني الحافة ولو تلاحظ هاي النوت أنا طبعا جايب لك الخارطة ومخليها قدامك حتى تدليك على كلمة مارجنز كلمة مارجنز اللي هي الهامش أو الحافة اللي موجودة أسفل الخريطة أو القارطة أو أسفل الورقة شوف النوت الملاحظات مثلا تول تري شجرة طويلة سباي غلاس اللي هي شون نقول نظارة التجسسة أو المشاهدة نورث اي نورث ايست اللي هو شون نقول جنوب شرق ووك تن ستبس يعني امشي عشرة أقدام طبعا أنا شرعتها وفصلتها بس اللي جابت نهاية الكلمة عزيز الطالب اللي هي مارجنز بعد لو تلاحظ هذي راح يكون التركيب أو الترتيب سوري الثالث بعد نروح للرابع تلاحظ اللي هو الطبيب يوافق ان يبحث عن شوف ان يبحث عن اللي هو الكنز تحت اللي هو الوعد بأن لا يتحدثون أو لا يتحدثون عن الخريطة أو الخارطة من هو هنا السؤال لكم من هو اللي يحتيوا وخايف من عنده دكتور ليفزي نجي المن نجي للدي الدي طبعا هتكون من هو الاخيرة اللي هي الخامسة شعور هذا يمكن ان يكون الموقع لفلينت التراجر اللي هو الكنز من هو كابتن فلينت الضاع ترلاني اللي هو السيد ترلاني اللي هو السيكوايا اقترح ميشن ميشن يعني شنوه مهم لإستعادته لاسترداده استرداد من هو الكنز لاحظ عزيز الطالب هذا بالنسبة الى تمرين بي ويبقى التمرين اي هو من اهم التمارين اللي موجودة بهذه الصفحة نجي للتمرين سي التمرين سي ايضا يعتبر تمرين نار وشرار يعني عندك تمرين اي مية بالمية مهم وتمرين سي مية بالمية مهم وتمرين بي اه احتمال يطلبونه من عندك عزيزي الطالب بعد نجي المال السي يقول كلمة كلمة او عبارة موجودة بالنا صفحة مية وثلاثة متنسى ذات التي مين تعني اشتعني نجي الاول سي مين سي مين شن معناه عزيزي الطالب معناها البحارة او شوف لو تلاحظ سي جاي بحر مين رجال البحر اهنانش ننطيها كلمة واحدة فقط اوكي لو تلاحظ سيلرز سيلرز شن معناه معناها بحارة نفسها حال حال سي مين بعد و يعني هذا الثانية و معناها حيث او مكان مكان منه شبس مكان السفن اما بالنسبة لكلمة انكا انكا معناها ترسوا فاش راح اصير عندك ترسوا لو تلاحظ اش راح اصير حيثما يعني مكان ترسوا به منه الشبس اللي هي السفن اذا حيثما ترسوا السفن المكان اللي تربط به السفن شنقول عليا نقول عليا هابر لاحظ عزيز الطالب و اذا جمع هابرز فلو تلاحظ هذا تعريف ليش اقل لك اذا اني مهم ما تدير بأس راح اقل لك شو نجنك بالانتعان بعدها راح نجي الكلمة او النقطة الثافة دايد معناها يموت دايد يموت يعني شنو مرادة فأنا كلمة تشبهها باستاوي باستاوي ايضا معناها يموت باستاوي معناها شنو يموت بعد الروحاني هاك المن للرابع او وودن هاوس بيت خشبي المرادة فأمالتها شنو لوغ كابن لوغ معناها شنو لوغ كابن كلها معناها كوخ خشبي كوخ خشبي لوغ كابن لوغ كابن اما بالنسبة الاخيرة الخامسة اللي بريشيس ستونز الحجارة الثمينة الحجارة الثمينة او الحجارة الكريمة لاحظ هذا عزيز الطالب مرادة فاتها جوولز جوولز اللي معناها حجارة كريمة عزيز الطالب نفسها يعني ذني باختصار شديد مرادة فات زينا قيل لك ستاد شون ممكن ذني جنب الامتحان لوغ تلاحظ بهاي الطريقة يقيل لك دايت معناها باستاوي هاي دايت معناها شنو باستاوي اثني اناتن معناها انمات اريد تطيني كلمة اخرى سيلرز البحار البحارين لوغ تلاحظ فانت جوابك لازم اشراح يكون عزيز الطالب لوغ تلاحظ سيمين هاي طريقة واكو طريقة اخرى محتملا يقيل لك بريشوس ستونز اللي هي الحجارة الثمينة والحجارة الكريمة تبديلي مرادفتها بيا حرف بجاي وانا هاي اذا انت تكمل شصير صير عندك جوالز اللي هي حجارة كريمة مجوهرات والى اخرى عزيزي الطالب انا اش اريد ما عندك تحفظهن لازم تحفظهن حتى شون ما يجيبن بهاي الطريقة يجيبها بهاي الطريقة التحفظهن لان هذا ساكشن وان يعتبر مهم جدا جدا صفحة 148 قد انتهى درسي انتظروني في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة